أكد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب أهمية الدور المحوري الهام الذي تقوم به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في العديد من القضايا الدولية والعربية والإسلامية وأشهد الملة كذلك بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والكثير من الشعوب العربية والإسلامية وكذلك الإصلاح بين الفرقاء العرب والمسلمين وتعزيز الوحدة بينهم أشهد معاليه بالمسيرة السعودية الحافلة وما حققته من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين مؤكدا عمق العلاقات البحرينية السعودية التاريخية والمتميزة بقيادة عاهل البلاد المفدة وأخي خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله وبهذه المناسبة بعث معالي رئيس مجلس النواب برقيتين تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وإلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والرخاء وللعلاقات الأخوية التاريخية الوطيضة بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء